اهلا بكم في فيلم العار اللي اغلابنا شافه وحفظه بعد موت الاب الرجل الطيب بتاع ربنا اللي كل الناس بتشهد باخلاقه بيكتشف الابناء ان ابوهم كان اكبر تاجر مخدرات في البلد السيناريست محمود ابو زيد اللي كتب الفيلم ده حطنا قدام شوية تفاصيل عشان يعقد الموضوع منها مثلا انه خلى للرجل التاجر ده ابن وكيل نيابة وابن تاني دكتور وابن تالت بقى اللي هيشتغل مع ابوه هو كان ممكن يعمل ان تلاتة ولاده مهندسين او التلاتة ولاده تجار لكن حط فيهم واحد وكيل نيابة عشان وكيل النيابة ده اللي المفروض بيطار التجار المخدرات والخارجين على العدالة يلاق نفسه قدامه عدلة صعبة مستحيلة هي انه اما يكمل في النيابة ويبقى كداب وخاين ومنافق او انه يترك النيابة عشان يواجه نفسه ويحقق او يمشي في طريق اللي مشيه ابوه واختار الابن الاختيار التاني اللي هيوديه في النهاية للنهاية والانتحار الحقيقة بقى انا مش شايف حتى الان اي سبب يخلي الابن وكيل النيابة يستقيل عشان اكتشف ان ابوه تاجر مخدرات واحنا اجيد فينا كتير مسلمين واقفنا كتير قدام الاية الكريمة اللي بتقول لا تزر وزر وزر اخر وبعدين الابناء مستحيل يتحملوا زنب الاباء الا اننا في الفيلم واحنا بنتفاجع الفيلم حتى الان سكتنا خالص على اللي عمله الاستاذ محمود ابو زيد ووفقنا عليه وعلى استقالة الابن وكيل النيابة على كل حال هو ده سحر السينما انها تخليك احيانا ترضى بفرضية لا دينك يقبلها ولا عقلك يتدخله حتى الفرضية دي النتاج المخدرات او قتال قتلة ابنه طلع كويس وحقاني ومشهود باخلاءه وشاطر في شغله اللي يخليه يشيل زنبه ابوه ثم لو مشينا على الفرضية دي يبقى ابن الزبال لازم يطلع زبال وابن المجرم لازم يطلع مجر ولو كمرنا الفرضية دي لاخرها بيبقى كل وكيل نيابة هو انسان فاضل وشريف ومنزع عن الخطأ وكمان من عيلة مثالية وده في حد ذاته لا يقبله العقل ولا المنطق لان انا شخصيا اعرف قضاء اباهم كانوا مختلسين واعرف قضاء اباهم كانوا تجار اصار واعرف قضاء داخلوا اصلا بالرشوة وبالفلوس اللي دفعوها ومع ذلك وصل لأعلى مناصف القضاء في مصر ثم ما انت عايز تقنعني ان قضاءة السيسي دول بني ادمي من اساسه لا طبعا فرضية الاستاذ محمود ابو زيد في فيلم العار مش مقبولة ابدا بالنسبالي لكن تعالوا انطبقها في الواقع ماذا لو اكتشف حد ان والده تاجر مخدرات او والدته مثلا بتسلف بالربا او 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 وانت وهو انسان اختار الطريق شريف واختار الطريق نظيف في الحياة هل ده معناه انه يسيب الطريق الشريف ويروح يكمل مسيرة القب الفاضل او يسيب الطريق الشريف ويمشي على خطى ومنهج وسنة الام في الطريق الشمال الحقيقة انا كنت مرة ماشي مع الاستاذنا الكبير الاستاذ فاضل سليمان الداعية الاسلامي الجميل وفجأة جات السيرة بيننا عن بعض ابناء اسر محترمة والابناء دول الحياة عارع الاسر دي انبريت انا عشان اقول له الكلام التقليدي بتاع العيال دي ما تربتش كويس العيال دي معرفش ايه العيال دي ابصر ايه كلمتين كده من اللي سمعتهم من اهالية او من جدودي وحفظتهم الحقيقة وبرددهم بالعقل فوقف اذا اتفاجئت بالاستاذ الكبير فاضل سليمان بيقول لي حكم غلط ليه يا استاذنا قال لي لان ابن سيدنا نوح وده تربيت نبي طلع كافر رغم ان ابوه قعد يربي فيه سنتين الولاد مش شرطة ابدا يطلعوا زي اهليهم صلحين او طلحين الفساد لا يورس والصلاح برضو لا يورس انت بتخلف وتدعي ربنا ان ولادك يبقى صلحين وكل اللي عليك انك تعرضهم لبيئة صلحة ملتزمة او محترمة ومتدينة وبعدها بقى انت ونصيبك بمناسبة بقى التعريد لبيئة كويسة وصلحة ومتدينة كان ليه رجل مهندس معماري صديق مات الله يرحمه ويسامحه بقى على اي حاجة عملها صديقي ده كان رجل عنده مكتب معماري مهندس كبير ومكتب استشاري عظيم وكان المفروض انه مسلم اسما فقط وبطبيعة الحال ولاده كمان مسلمين زيه وهو كان معماري لبرالي خالص لبرالي جدا وعنده ولد جميل كده ما شاء الله محترم وبالصدفة الولد ده طلع مهندس معماري زي ابوه ويشتغل في مكتب ابوه شاب كده ما شاء الله على الاخلاق والادب ادب الدنيا اخلاق ما فيش كده ما علينا يعني في يوم سابت دخل علي أبوه ولقيته ميت من الدحك قلت له ما ادحكني يا باش مهندس قال لي والله افتكرتك خير وعملي يدحك لما عرف نفسه يمسك نفسه من الدحك شوية حقيقة بدأ يحكي لي الحكاية دي يا حضرات اسمعوا معايا الحكاية اللي انا مفروض ادحك عليها واللي هو افتكرني بسببها بيقول لي المكتب بتاعي جات له شغلانة بسيطة كده بس لطيفة والحقيقة فيها قرشين حلوين قوي رضا نعمة ايه بقى الشغلانة قال لي تصميم فيلا على حتة أرض ببلد أرياف على النيل جميل حدا طايل الراجل بقى اللي عايز يعمل الفيلا دي راجل طيب ومتدين جدا واول ما تشوفه تحبه معلش بقى انا متطرق طع كلام البش مهندس اللي ارحمه واقول لكم ان انا اندهشت جدا لما قال لي راجل متدين واول ما تشوف تحبه ليه بقى لان المهندس اللي قدامي بيحكي لي دلوقتي ده الله يرحمه يحسن ليه بيكره اي حد يروح يصلي كان شايف ان الدين تخلف وتقل دم فمعلش حبيت او كنت مضطرة اقول لكم الملحوظة دي عشان اقول لكم انا اندهشت جدا لما قال لي ان صاحب الفيلا متدين جدا وراجل حبوب وتحبه من اول ما تشوفه معلش بقى يعني المهندس يكمل طنش المهندس تعبير الدهشة اللي على وش يكمل وقال امبارح دعاني الراجل دا للبلد بتاعته عشان اشوف حتة الارض اللي هبني او اللي هيبني عليها الفيلا اخدت ابني الباش مهندس معايا عشان هو اللي هيتابع بعد كده الشغل وصلنا للبلد بدري جدا قبل صلاة الجمعة عادنا فطرنا حلفوا علينا فطرنا وشربنا الشاي ناس في غاية الكرم وهب ازن ازان الظهر لقيت الراجل بيقول لي انا وابني طب يلا قوموا بينا نصلي الجمعة الجامعة جنبنا على طوله وبعدين نطلع نشوف حتة الارض وهنا المهندس بقى دخل في نوبة ضحكة هستيرية انا وشي كان مدهون شمع او جيل اللي ماعرفش وقعدت مستني في منطقة الضحك عشان اتحك معاك وكل ما استغرب المهندس يكمل ضحك هستيري يا باش مهندس عادي صارك جمعة وانت مسلم والراجل بيقولك تعال نصلي الجمعة ايه قلتوله مش بصلي الراجل المهندس مقدرش يرد علي من كتر الضحك وقال لي بإشارة من راسه بإيدي حاجة كده معناها فهمت منها انه لا خطيب المسجد مات شاول لي برضو كده براسه وإيدي وهو ميت من الضحك وإشارة معناها لا الراجل صاحب البيت او الفيلا طب ساكتوا قدامكم شاول لي برضو بإيديه براسه وكده حاجة معناها لا بصراحة غلب حماري وما فهمتش هو ايه اللي مضحكوا قوي كده فقلت اسأله التقيلة بقى انت أغم عليك بمنتهى الصقوبة شاول لي براسه معناها لا اتطري تصبر كتير جدا عشان أعرف فين الدحك بعد ما هدي الراجل من الدحك وكح ونح وعطس قال لي بالضبط اللي هو ليقولكو ده قال لي الراجل لما قالي يلا بينا نصلي الجمعة لقيت ابني بصلي وميل علي وقال لي في ودني هنعمل ايه أنا فارطة الراجل صاحب البيت فهم ان ابني عايز توضى رح قايل له عايز توضى باش مهنس ادخل الحمام وهتلاقي الفوطة والشبش بقى الباب رحت أنا مميل علي ابني في ودني وقلت له رح وغرق نفسك بالمية ايديك ورجليك أما عن الصلاة فهنعمل زي ما بيعملوا بالضبط بالضبط أنا هنا أقل بيوقف بجد بقى راجل عنده حاجة وستين سنة ما يعرفش ازاي يصلي نعم ما قدرتش أقول له غير السؤال واحد هو ابنك ما يعرفش توضى قال لي لأ وبيضحك ولا بيعرف يصلي ركعتين كمل ضحك بس أقل من الأول وقال لي لأ ما يعرفش خالص فقلت له ليه هنا بقى الراجل بطل ضحك وبمنتهى الجدية وبقعدت كده باش مهندس كده حد كده لبرالي وقال لي بص يا أخي محمد أنا ربيت ولادي على الحرية حرية إنهم يختاروا عقدتهم براحتهم لما يكبروا عشان كده أنا ما عنديش حكاية الصلاة والوضوء والكلام ده ولا الصوم الصدمة كانت كبيرة قوي علي أكبر من صدمة هاني شاكر وصرحت مع نفسي هو في كده لقيت الراجل راح داخل في نوب الدحك زي الأولينية خالص وقال لي واسكت على اللي حصل في الجامع يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خفت على نفسك ولا خفت على القرشين الحلوين يطيرون منك بتوع الفيلا وقفت كتير جدا جدا على اني قدام راجل عنده حاجة وستين سنة ما يعرفش يصلي وقفت كتير جدا قدام شاب مهندس خليج كلتها الناس عنده حاجة وعشرين سنة ما يعرفش يتوضع ولا يصلي وقفت كتير جدا قدام لبرالي بيكره اي مظهر ديني ومع ذلك رضي انه يبقى مصخرة ويضحك الناس عليه عشان حبت لحليح هياخدهم من رسمة الفيلا العار مش اني ابوك يكون راجل قدام الناس محترم ويطلع بعد كده تاج المخدرات العار انك تبقى مسلم ومتعرفش ابسط قواعد الدين وهي انك تزايد صلي العار انك تبقى عامل لبرالي طول الوقت ومدعي انك حر وتتزل وتتهان عشان تعدي سبوبة انا مش قابل ابدا فرضيت السيناريست محمود ابو زيد في فيلم العار ان الابن لما يكتشف ان ابو تاج المخدرات ومستقل من نيابة ولا قابل ابدا ولا اقبل انك تبقى عامل نفسك حر وعمل نفسك بتحترم الحريات وتنادي بالشعرات وفي اول اختبار تبقى مسخف جامع ادي العقلك حقه ودي الضميرك حقه ودي الشعراتك اللي انت بترفعها حقها وعلى رأي محمود عبدالعزيز في فيلم العار حقها حقها ولا مش حقها ابو كمال حقها ابو كمال تحياتي ترجمة نانسي قنقر